بعد مرور مئتي يوم على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تستمر المعارك بين الطرفين وسط تصريحات متبادلة حول الخسائر تارة والتقدم الميداني تارة أخرى أوكرانيا أكدت خلال الأيام القليلة الماضية على نجاح هجوم مضاد لقواتها في عدة محاور أبرزها آخر كيفا وكوبيانسك حيث أكد الرئيس الأوكراني فولدمير زلينسكي على تحركات موسعة لقواته واستعاد الثلاثين قرية وبلدة في منطقة خاركيف شرقا يتواصل تقدم جنودنا في مختلف مناطق الجبهة في الوقت الحاضر تم تحرير ما يقارب من ألفي كيلومتر من أراضينا كجزء من الهجوم المضاد الذي بدأنا به منذ سبتمبر التحركات الأوكرانية المضادة وبحسب تقارير لوزارة الدفاع البريطانية شملت أيضا منطقة خرسون في الجنوب فمنذ نهاية الشهر الماضي أعلن مسؤول كييف إطلاق هجوم في خرسون حيث حاولت وحدات أوكرانية اقتحام أول خط دفاعي لروسيا عبر عدة نقاط على طول حدود ميكولايف خرسون التي تشهد مواجهات عنيفة أيضا الأمر الذي دفع روسيا إلى نقل عدد من جنودها من الشرق نحو الجنوب وزعمت وزارة الدفاع الروسيا أن 1700 جندي أوكراني قتلوا في جبهة خرسون منذ الهجوم الأوكراني المضاد وبينما تسعى كييف لإعلان نجاحات ميدانية لقواتها لم يصدر الكريملين تعليقا حول تلك الروايات الأوكرانية ليزداد الوضع الميداني تعقيدا وهو ما يعززه تصريح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي بأنه من المبكر تقييم تقدم الهجمات المضادة الأوكرانية في المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية